فيروس كورونا يتحور ويتفرع إلى سلالات جديدة هذا وفق دراسة جديدة لجامعة بكين ومعهد باستوغ في شانجهاي أوضحت أن الفيروس تطور إلى نوعين رئيسيين أحدهما الشديد العدوانية الأول S والثاني جديد يدعى L العلماء وجدوا أن سلالة S هي الأقدم والأكثر اعتدالاً والأقل عدوانية في حين أن نوع L الذي ظهر لاحقاً ينتشر بسرعة ويشكل حوالي 70% من الحالات أثناء الدراسة حلل الأطباء 103 جينات للفيروس وحددوا تفراط في 149 موقع عبر السلالات حيث تبين أن الفيروس من نوع L انتشر أكثر من النوع S في وهان الصينية إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حدت منه ما أدى إلى انتشار السلالة S في العالم الدراسة حذرت من تحول الفيروس وتطوره إلى أنواع ما قد يجعل من الصعب تتبعها أو العثور على علاج فعال لها